اشتركوا في القناة يا رحمت يا رحيم يا رحمت يا رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم يا رحيم 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 فعززنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تغذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا فغيرنا بكم لإن لم تنذهون لرجمنكم وليبسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم معددون وما لي ألا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية إن يرد للرحمة بذل الله دعن عني شفاعتهم شيئا ولا يركزون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيعة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستغزئون ألم يروا كم أحلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميثة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تمد الأرض ومن أعفزهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسمع منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والغمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبقي لها أن تترك الغمر على الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخرقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شعن قرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عن ضعب من لو يشاء الله أضعبه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا غيلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظنب لمس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن صحاب الجنة اليوم في شونهم فاقهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاقية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم آهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلنا كثيرا أفلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نختم على أفواههم تقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يوقنون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافئ ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزوق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من ندفة فإذا هو غصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربي كُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَنَ مَرًّا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه ذوقدون أوليس الذي خلق السماء والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاك العليم إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُونَ لَأُوْكُوا فَيَكُونَ فَسُبْعَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَنَقُودُ قُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا وَقْعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبًا خافظة رافعة إِذَا رُجَّتِ الْأَرَضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً وَبَثَّا وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِكُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقْرَبُونَ في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب واباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاقيتم مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحورن عين كأمثال اللولو المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لوا ولا تعثيما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إِنَّا أَنْشَعْنَاهُنَّ إِنْ شَاءَا فَجَعَلْنَاهُنَّا بَكَارًا أُرُبًا تُرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ سُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّنِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِنِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَبِيمٍ وَذِلٍّ مِنْ يَحْمُوا لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا كَبَلَ ذَلِكَ مُطْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا قُرَابًا وَإِظَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِنِينَ لَمَجَمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شِجْرٍ مِنْ زَكْوًا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَغْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُّونَ أَأَوَتُمْ تَغْلُقُونَهُ وَأَمْ نَغْنُ الْخَالِقُونَ لَنْ نُقَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ بَنُوَشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَوَتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَهْنُ الزَّارِوَانَ لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ طَامًا وَفَضَلْتُمْ تَفَكَّوَانَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَوَتُمْ أَنْزِلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَهْنُ الْمُزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْ لَا تَشْرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَأَنتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَهْنُ الْمُوشِئُونَ نَهْنُ جَعَلْنَاهَا تَنْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تغزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين فرجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أبلح ما زكاها وقد خاب ما دساها كذبت تمود بطواها إذ انبعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف وقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحا والليل إذا سجاها ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدا ووجدك عائلا فأغنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن المع الوسر يسرا إن مع الوسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع الوسر يسرا إن مع الوسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع الوسر يسرا إن مع الوسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع الوسر يسرا إن مع الوسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع الوسر يسرا إن مع الوسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع الوسر يسرا إن مع الوسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع الوسر يسرا إن مع الوسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا من ليس في السماوات من قطرات ولا في الأرض من حبات ولا حبوب الريح من ولحات ولا في قلوب الخلق من خطرات ولا في أعضائهم من حركات ولا في أعينهم من لحظات إلا وَهِيَ لَكَ شَاهِدَاتِ وَعَلَيْكَ وَالَيْكَ وَالَاتِ وَبِرُبُّ بِيَتِكَ مُعْتَرِفَاتِ وَفِي كُدْرَتِكَ مُجِيرَاتِ فَنَسْأَلُكَ يَا اللَّهِ بِالْقُدْرَةِ اللَّتِي تَحَيَّرُ بِهَا مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أن تُسَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَذُرِّيَّةِ أيها الجماعة المُسَخْرُونَ المُتِعُونَ لِهَادِهِ السُورَةِ الْمُبَارَكَةِ بِحَكِّ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَوْلِيَائِهِ وَبِحَكِّ خَالِكِكُمْ اِجْعَلُوا كَلِمَتَنَا سَارِيَةً وَقَوْلًا مَسْمُعًا مَكْبُولًا وَقْفُنَا يَا اللَّهُ وَقْفُنَا مُهِمَّتِنَا وَأَمِدُّونَا وَأَعِينُونَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا الْكُلِّيَةِ وَالْجُسْئِيَةِ بِحَكِّ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْوَحَى 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 الْعَجَلَةَ 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 السَّةَةَ السَّةَةَ السَّاعَةَ اللهم يَا صَانِعَكُلِّ مَسْنُوعٍ وَيَا جَبِرَكُلِّ كَسِيرٍ ويا عزيز كل خلاق ويا مؤنس كل فكير ويا رزق كل مرزوق ويا خالق كل مخلوق ويا حافظ كل محفوظ ويا مالك كل أمير ويا كاشف كل كربة ويا كاشف كل كربة ويا أمير كل أمير اللهم يا ذا الفضل والإكرام احفظنا يا الله من كل علة يا سبوح يا كدوس يا رب الملائكة والروح إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وقتوني مسلمين برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان قد عملا خلاقك منه اللهم جعل ثواب ما قرأناه من كلامك الحكيم هدية واسلة إلى حضر سيدنا الشيخ مخد عبد القادر الجيلاني قد ساره العزيز ولي حضرده نعمة سابغة ولي رفعته درجة عالية اللهم يا الله شفعه فينا يا الله شفعه فينا يا الله وفي كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم جعلنا داخلين الجنة مع زمرة مولانا شيخنا محيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه اللهم لا تجعلنا حطب النار يوم الكيامة اللهم لا تجعلنا يا الله حطب النار يوم الكيامة ولا تنزل علينا يا ربنا عذابا وبلاء في الدنيا والآخرة بحرمتي شيخنا وقدوتنا الشيخ محيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه اللهم أسلحنا يا الله وأسلح أمورنا وأقوالنا وأفعالنا وأنفسنا ووالدنا وأولادنا وأموالنا وتجارتنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا وجماعتنا يا الله وأحباءنا كما أسلحت الصالحين بباركة سيدنا ومولانا ومرشدنا الشيخ محدد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه اللهم أسلحنا وكشف عنا ودفع عنا مسيبتا وفتنة وإسقاما وإمراضا وشفنا يا ربنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا ورزقا كريما وانظر إلينا بنعمتك وشفاقتك ورحمتك ولا تنظر علينا يا الله ولا تنظر علينا يا الله بغضبك وعذابك يا الله يا الله يا الله بالكتب الرباني والغات الصمداني اللهم طويل حياتنا يا الله اللهم طويل حياتنا يا الله وحيات أهلنا مع العافية والبركة والنعمة والسعادة والسلامة والعبادة الجيلة الداخلة إلى الجنة المكيمة الدائمة بعزتك وجلالك وقدرتك وعظمتك ورحمتك ونعمتك وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبحق سيدنا الشيء محدد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأستاذه وأولاده وتلاميذه وبحق سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء كلهم أجمعين سبحانة ربك رب العزة عما يشفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ علا الصلاة اشتركوا في القناة هيا على الفلاح 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 شكراً لكم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر بسم الله ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر كالشيخ نانسي قنقر 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 نسبوا كأن عليه من شمس الدحى نورا ومن فلك الصباح أمودا نسبوا له في وجه آدم لم أسم منحت ملائكة السماء سجودا نسبوا كتاب الله أوفى هجة في مدحيه ماذا يروم جهودا اللهم انشر نفحات الرقوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم انشر نفحات الرقوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم انشر فحاطر إطوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لدي بسم الله الرحمن الرحيم ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء تبرستان في سنة إحدى وسبعين وأربعمائة وكان في طفلية يمتنع من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى بي ولما ترى رعى وسار إلى طلب العلوم يقصد كل مفضال عليم ومن تيده إلى الفضائل فكان أسرأ من خطو الظليم وتفق أبي أبي الوفا علي بن عكيل وأبي الخطى بالكلوذاني محفوظ بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القادي أبي أعلى وغيرهم ممن تنس لدي عرائس العلوم وتجلى وقرأ الأدب على بي زكريا يحيى بن علي تبريزي واكتبس من أي اكتباس وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ أبي الخير حمد بن مسلم الدباس ولبسم يد القادي بسعيد البرق الخرقة الشريفة السوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية عارجا في معارج الكمالات بإمته الأبي آهذا نفسه بالجد مشمرا أنسائد الإجتهاد بذل مألوف الإسعاف والإسعاد حتى أنه مكث خمسة وإشنين سنة سائر في صهراء العراق وقراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعذلونه عن أمره ويصرفونه وقاسا في بداية أمره الأخطار فما تركه لن إلا ركبا وكفر منه الكفار وكان لباسه جبة سوف وعلى رأسه خريقة يمشي حافيا في الشوق والوعير لعدم وجدانه نعلي يمشي فيها ويقطات ثمر الأشدار وكمامة البقل الترمى وورق الأشيش من شاتئ النهر ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبكي مدة لم يأكل فيها طعاما فلكه إنسان فاعطاه سرة دريم إكراما فأغذى ببعدها خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا بركعة مكتوب فيها إنما جئلت الشهوات الدعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات وأما الأخياء فما له مشاوة فترك الأك وأخذ المدين وترك ما كان فيه وتوجى في الكبلة وصلنا رقعتين وصرف وفهم أنه مهفوظ ومعتنى به وعراف اللهم منشر نفحات الرطوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم منشر نفحات الرطوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم منشر نفحات الرطوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم ورافقه القجر على نبينا وعليه أبدل الصلاة والسلام على دخوله العراق ولم يكن شيء يعرفه وشرط عليه القجر أن لا يغني فهو المغالبة سبب الفراق فقال له القجر قعد هاهنا فقال في المكان الذي أشار بالقعود فيه ثلاث سنين يأتيه في كل سنة مرا ويقول له لا تمرح مكانك حتى آتياك ونام مرة في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة فهتلم وذاب إلى الشد واغتسل ثم نام فهتلم وذاب إلى الشد واغتسل ووقع له ذلك في تلك الليلة أربعين مرا ثم صيد على جدار الإيوان خوفا من النوم وحافظة على الضهار وكان كلما عهدت توضع ثم صلى ركأتين ولا يجلس على هدف قط ولم يزل الإجتهاد دأبه حتى تركه من الله الحال وآناوان الوصال وبدت له أنوار الجمال فخرج على وجه الوجيه لا يعيغ غير ما هو فيه ويتظاهر بالتغارس والجنون حتى أكمل المعرستان مرات إلى أن اشتغر أمره وفاق أهل أسره علما وعملا وزودا ومعرفة ورياسة وقبولا وطار صيته وسر ذكره ومشر الشمس وهكي أنه جتمع لهم اعتفاقهم من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم عدة مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوا فلما استقروا أترك الشيخ فظهرت من صدره باركة من نور فمرت سلاس دورما اتفاقهم فمعت ما في قلوبهم مبغتوه واتربوا وصاهوا صيحة واحدة ومسكوا الثيابهم كشفوا رؤوسهم ثم صين الشيخ على القرسي وعجبا جميع مسائلهم فاعترفوا بفضله وقد عو له من ذلك الوقت وكان رضي الله أنه يقرأ في ثلاثة عشر إلماء التفسير والحديث والغلاف والعصول والنحو والقراءة وغير ذلك وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حمد رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتأجبون من فتوى ويقول لسبحان من نطور في إليه مرة سؤال عجز العلماء وانجوابه سورة رجل علم بالطلاق الثلاث أنه لابد أن يعبد الله تعالى عبادتين فرض بها دون الخلائق عجمعين في ذلك الوقت فما غلاس فقال رضي الله عنه على الفور خلاسه أن يتيمكة المكرمة ويغلي المطفله فيتوف اسبوع واحدا وتنحل يمينه فلله دره رضي الله عنه اللهم نشر نفحات الردوان عليه وأمدتنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم نشر نفحات الردوان عليه وأمدتنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم عشر نفحات الردوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان يلبس لباس العلماء ويضضيلس ويركب البغلة وترفع الغاشيا وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطى في الهواء على رؤوس الأشهاد ثم يرجع إلى الكرسي وكان وقده كله معمورا بالطاعات قال خادمه شيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الهروين خدمت الشيخ أبدا القادر رضي الله عن الفاتحة مدة أربعين سنة وكان يصل السبح بوضوء العشاء هذه المدة كلها وكان إذا أحد سجدد في وقده وضوءه وصلى رؤتين وكان إذا صلى العشاء أدخل خلوته فلا يمكن أحدا أن يدخلها ما هو لا يفتحها ولا يخرج منها إلا أند طنوع الفجر ولقد أتاه الخليفة مرارا بالليل يقسد الإجتماع به فلا يقدر على ذلك وقال ابن عبد الفتح بيت ليلة عنده فرأيته يصني أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أن يمدي الثلث الأول من الليل ثم يقول المحيط الرب الشهيد الحسيب الفعال الخلاك الخالق البارئ المصور تسعة ألفاظ ويرتفع في الهواء إلى أن يغب عن بصري ثم يصني قائما على قدم يتن القرآن إلى أن يذهب الثلث الثاني وكان يطيل سجوده جدا ثم يجلس متوجها مراقبا إلى طنوع الفجر ثم يخذ في الإبدهان والدعاء والتدلول ويغشاه نور يكاد يخطف بالأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظار قال وكنت أسمع أيده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفقير أن يتصدر لإرشاد الناس إلا أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء قال ورفعينه مرة شخص ادعى أنه يرى الله تعالى بأين يرأسه فقال له أهق ما يقولون عنك فقال نعم قال فزجره وانتهره وعهده على أن لا يعود إلى ذكر ذلك ثم التفت الشيخ للحادرين السائلين له ولو مهك هذا أم مبطل فقال هو مهك في قوله ملتبس عليك وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال ثم اخرق من بصيرته مفذوا فرآ بصره بصيرته وشعوها متسل بنور شهوده فظن أن بصره رآ ما شهدته بصيرته وإنما رآ نور بصيرته قطوى ولا يدري فاضطرب العلماء والسوفية من سماء ذلك الكلام قال وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور عظيم أضاء به الأفوق وبدله في ذلك النور سورة فنادتني يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة أنا ربك وقدمت لك المهرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خسائي يا لعين قال فإذا بذلك النور ذلام وصورة دخان ثم اصرخ يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة نجوت مني بإلمك بهكم ربك وفقهك في أهكام منازلك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة سمعين من أهل الطريق فقلت لرب الفضل والمنه فقيل لشيخ بما عرفت أنه شيطان فقال من قوله أبحت لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء اللهم منشر نفحات الرضوان عليك وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك اللهم منشر نفحات الرضوان عليك وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك اللهم منشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه لا يعظم الأنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة وكان كثيرا يرى الخليفة قاسدا له وهو جالس فيدخل خلواه ثم يخرج على الخليفة بعد وسوله إعزازا لطريق الفقراء ولألا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا كميل هدية من الخليفة قط حتى عاتبه على عدم قبوله هدية فقال لك شيخ أرسل ما بدى لك واحضر معاه فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح وإذا كل تفاحة محسود من وقيحا فقال للخليفة كيف دلومنا على عدم أكلنا من هذا وكله محشور بدماء الناس فاستغفر الخليفة وتاب على يديه وكان يتيه فيكف بين يد شيخك أحد الناس وسحبه إلى أن مات وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وبعد سيته وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر والفقير الشاكر أفضل من الكل وما أحب البناء والتنذد به إلا من عرف المبني وكان يقول اتبعوا ولا تبدعوا وأنفروا ولا تبلقوا واسبروا ولا تجسعوا وأنتظروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتظهروا بالتوبة عن الظنوب ولا تدل الضخون وعن باب مولاكم لا تبرحوا وكان يقول لا تختر جلب النعماء ولا تفعل بلوام فإن النعماء واسلة إليك بالكسمة استجلبتها أم لا والبلوام حالة بك وإن كريتها فاسلم لله في الكل يفعل ما يشاء فإن جاءتك النعماء فاشتغل بالذكر والشكر وإن جاءتك البلوى فاشتغل بالصبر والموافقة وإن كنت أعلى من ذلك فالرض والتنذد واعلموا أن البلية لم تعل المؤمن لتهلكه وإنما أتته لتختبره وكان يقول لا يسلح لمجالسة الحك تعالى إلا المطهرون من رجس الزلات ولا يفتح إلا لمن خلع للدعامل والهوسات ولما كان الغرب على الناس عدم التظاهر إبت لهم الله تعالى بالأمذات كفارتا وظهورا ليسله لمجالسته وقربه شعروا بذلك أولم يشعروا وكان يقول إياكم أن تحبوا أحدا أو تكرهوه إلا بعد عرض أفعاله على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى اللهم منشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم منشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم منشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله أنه لا يجلس الذباب على سيبه ورأسة له من جده صلى الله عليه وسلم فكل له في ذلك فقال أي شيء يعمل الذباب إيدي ولس إيدي من دبس الدنيا وعسى للآخرة ومن كراماته أنه جلس مرتين يتوضع فقدر عليه أسفور فرفر سوب خر الأسفور ميتا فغسل سوب ثم تصدق بيان الأسفور وقال إذ كان علينا إثمه فكفرته ومن كراماته أيضا أن أمرة أتت بولادها لتشويكه إلى سوبة شهاب ذي القادر رضي الله عن الفاتحة وتسلقه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلاف فرأته يمن نحي لور أرقله بجسائر ودخلت على الشيخ ووجدت بين يديها مدججة ملعوقا فسألت عن المعنى في ذلك فود أشهده على الإظام وقال لهكم بإثن الله دعال الذي هو الإظام وهي رميم فقامت الدجاجة سوية وصاحان لا إله إلا الله محمد رسول الله أي شيخ أبد القادر ولي الله رضي الله عن الفاتحة فقال لها إذا صار بلك هكذا فليأكل ما شاء ومن كرامته أيضا أنه مر بمجلسه داته في يوم سديد الرين فسوى سنبي سيئي على الهاديرين فقال يريخ دراسه فقال لما اكتئ مقطع طرسه فنزل عن الكرسيه وأخذها في يدي وأمر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فهيا وضرط سوية تنبت الله تعالى والنسل سيدنا ذلك ومن كرامتي أن أبا أمر أثمان سير فيه وأبا محمد أبدالحكي الهرم يا رحمهم الله تعالى قال كنا بين يدشي بمدرسة يوم الأهد سالس صفار سنة خمس وخمس وخمس مئة فتود أشخ لك بقابي وصلى رقعتين فلما سلمسنا خسرة أدمتا ورم بفردتك بقابي في الأواء فقابت أربصارنا ثم عفل الثانية كذلك بالأخرى ثم جلس فلم يتجاسر أهدنا للسؤال ثم قدم القافلة من بلاد الأجم بعد سلاس وعين شارين يوما فقالوا إن معنا لشيخ نضره فاستاذنا فقال أخده منهم فأعطونا شيئا بيدابي وثيبا من هريري وحزي والقبقب بأيني فاسألناه من المعانى في ذلك فقالوا بينما نوسائرون يوم الأهد سالس صفار إذا خرجت علينا أرب لهم مقدمان فانتهبوا أموالنا ونزلعلنا شفير الوادي فقلنا لو ذكرنا الشخ أفد القادر رضي الله عن الفاتحة فندرنا له شيئا من أمولنا سالمنا فما هو إلا أن ذكرناه وجعلنا له شيئا فاسمنا صرختين أدمتين من أتى الوادي ورأيناهم مذعورين فظننا أن قد جاءهم مثلهم يأخذهم فجاءنا بعدهم وقالت ألو إلينا واخد أموالكم واندروا ما قد همنا فانتهبنا إلى مقدمه فوجدنا هم متين وإن كل منهما فرضتوا قبقا بمتلة بماء فرضوا علينا ما أخذوه وقالوا لنا إن لهذا الأمر نبأا أديما ومن قرامتي أنه جاءه رجل ما اسبهان له مولاد دصرة وقضى يد المعزمين فقل السخ ودمر الدم ودسطر دباسمه خانيس فإذا سننفقوا في أذنها يا خالص وبد الكادر رضي الله عن الفاتحة المكيم ببعداد يقول لك لطع التحليق فذهب الرجل وقوب عشرين سنة ثم قدمه سيلا وأخبر أنه فعل ما قل شخ رضي الله عن ولم يدسروا إليها إلى الآن وقال بعد رأساء تعزيم مكثت ببعداد ربعين سنة في هيئة الشيخ أبد الكادر رضي الله عن الفاتحة ولا يكفيها أسر على أهد فلما متق عسرا ومن كرمتي أيض أن سلسة من أشيخ جيلان أتوا إلى زيارة كدس الله سرا فلما دخلوا ألي رأوا الإباريك مواجهة إلى جرجة الكبالة والخادم وكيف بين يديه فنضروا بعد من أبديك الموكرين عليه بسبب تواجه الإباريك لجرجة الكبالة وكيم الخادم بين يديه ووضع الشخ دابا ميدي ونضرهم نضروا تول الخادم أخرى فوقوا ميتا ونضر إلى الإباريك نضروا تنخرا فدار وطوف الإباريك وحده إلى الكبالة ومن قرامتي أن أبا المضفر هسن بن دمي بالبغداد يتنجر جاء إلى الشيخ همد بن مسلم ودروة الدباس رهيبه الله تعالى في سنة إحدى وانشرين وخمسمائة وقال له يا سيدين قجه جل قفلات للشم في برؤته بسبب مئة دينار وقال إن سافرت في هذه السنة قتل دوخ دمانه فخرج من إيده مومومة فوجد في طريق الشيخ علي في ذلك فسفر إلى الشم وبعد برؤته بل في دينار ودخل يمن إلى شقاية في ألم لقضاء هجة الإنسان ووضع الفدينار إلى الأرفي من الشقاية وخرجت ركها ناسي وعد إلى منزله فولك عليه النؤاس فنم فرآ في منامه كأنه في كوفي الذين قد خرجت عليها الأرابة وتأبوا وقتلوا من فيها وتوأهدهم وضربهم بربتهم فقانتلا فانتبا فانسيا ووجد أسر الدم في أنقوا سبيل الألم وذكر الألفا فقوم أسريا إلى الشقاية فوجدها في مكانها سالما ورجع إلى بلدد فلما دخلها قال في نفسي إن بدأت بشيخ همد فهو الأسان والشيخ أبد القادر رضي الله عن الفاتحة فهو الذي صهى كلمه فلك الشيخ همد وفي أثناء ذرديد الخطر في سوك سلطان فقال له يا أبا المدفر اتبع أبد القادر رضي الله عن الفاتحة فإنه مهبوب ولقد سأل الله فيك سبع أسرة مرة حتى جلم كتر عليك من الكتر غدثا مناما ومن الفكر إيان نسيانا وجاء إلى سيبد القادر رضي الله عن الفاتحة فقال لبدي داء قال لك شيخ همد إنني سألت الله فيك سبع أسرة مرة وإزتي المعبودة لقد سألت الله تعالى فيك سبع أسرة وسبع أسرة مرة ومن كرامتي أيضا أن الشيخ أليان الهيدي وسريف أبد الله بن محمد أبا القنائم الحسن رهبهم الله تعالى دخل درسه كدس الله سره فوجد إنسانا شابا ملكا على كفا فقال لشيخ أليان الهيدي رضي الله عن يا سيد اسبع لي عند الشيخ فلما ذكره لوابه له بقل قد وهبته له فخرج إلى رجل المقورة فهو بذلك فقام الرجل وخرج من قد في الدهليس وضر في الهواء فرجع إلى سيخ رضي الله أنه وسأله أن حال الرجل فقال إنه مر في الهواء وقال في نفسهم ببعدد رجل من سليه فانسنب دعانا ولولا شيخ عليهم ما رد طولا ومن قرامتي أيض أن الشيخ أبا الهسن المعروف ببني طوطانة البنداد رحمه الله تعالى قال يوم وفت شيخ أفد القادر رضي الله عن الفاتحة قد صلوا سره ونور دريه كنت أشتاقل بالإلم وأسر سر أتركبها جتلا فخرج لنا تم دريه في صفر سنة سلس وخمسين وخمسمائة فنولته إبريكا فلم يأخده وقصد باب المدرسة فأشار إليه فانفتها وخرج وخرجت غلفه ونأكل في نفسيه إنه لا يشعر به ثم انقلق ثم باب المدينة كذلك ثم مصغر بعيدة فإذن ننب ببلة العار يفواه فدخل مكانا كريباة فإذا في ستة من رجال قعدة فلم رأى شيخ أظم وبدر في السلام إليه والتجت لسارية فسميت وانينا من ذلك المكان ثم بدأ يسر سكن ذلك الأنين ثم دخل رجل تلك الجد التي فيها الأنين وخرج من رجل من ذلك الجانبة ودخل سسمع صفر طويل وشاربة وقف بين يد شفاعد الأهد بسهادتين وقصرسه وساربه وألبسه طاكة وسماه محمدا وقالا لستة قد أمرت ويكون هذا بدل أن الميين فقالوا سمأ وطاءة ثم اخرط رجهم واخرجتوا معه ومشينا غير بعيدة وإذن ندب ببعدانة ففتق لمره ثم دبب المدرسة كذلك فدخل داره ثم في الغد جلست بين يدي أكروف منعت نهيفته فقال أيبنا يقرأ ولا عليك فعنصمت عليه أن يبين لما رأيت بالأمس فقال أما البلد فنهواده وأما ستة فهم الأبدال النجباء وأما صاهب الأنين فسابئهم كان مريضا فلما أهضر الوفاة جئت أهضر وفاته وأما الذي أمله ولد كيف أبو الأباس الخضر عليه السلام أخذه يتولى أمره وأما الذي أخذت الأهدى فلسراني من الكوستانتينية أمرت أن يكون عيوضاً ألي المتوفاة وهو الآن منهم قال أبو الحسن وأخذ علي الأهدى أن لا أهدسني بذلك لأهد ما دام هي وقال أهدر من وسائسري في عياتي وذكر الشيخ خمضله الموسلي أن الإمام المستجد بالله أبو المضفر يوسف جاء إلى الشيخ ودرس الله سره وسلم عليه واستوصى ووضع بين يمالهم في أسرة الأكياس يملوها سرة من الخدام فرد شيخه فبال خليفة إليك بالهوالها على الشيخ فأخذ الشيخ كسن من هفذي ومور الأكياس وأحسنها وأسرهما فسال آدم فقال شيخ للغليفة أما تستهي من الله تعالى أن تأخذ دم الناس وتقابلني به فقشي الخليفة في الهالي فقال شيخ وإزة المعبودة لولا هرما تتفصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم لطرط ما يجري إلى منزله قال عبد الله المذكور وسهيط الخليفة عنده يومه فقال لشيخ أريد سعي القرامة الضمئن قلبه قال وما ترين قال تفاه من القبي ولم يكن أوانه بالإراق فمد الشخ يدو في الهواء فإذا فيها تفاهتان فناوله إهداهما وكسر الشخ التي في يده فإذا يبا يوضاء طفو منها رأيهة الميسيك وكسر الخليفة الأخرى فإذا فيها دودة فقال ما هذه والتي بيدك كما ترى أو قال كما أرى قال شيخ ياب المضفر هذه لمستها يد الظلم فدودا كما ترى وهذه لمستها يد الولايات فطابا وقد تقدمت كسد تفا الذي جاء به الخليفة للشيخ وكرمت أسر من أن تحصى وعظم من أن تستقصى رضي الله عن وأن برضائه رفيع وأمدنا بمدده الوسيء اللهم أسر نفحات الرتوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم أسر نفحات الرتوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه اللهم أسر نفحات الرتوان عليه ويقول وهو من باب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فاتده ما أمر مسلم على باب مدرستي إلا خفف الله عنه العذاب يوم الكيابا وأخبر أن شخص يسين في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولا بد أن يرحم الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك سراخ وقال رضي الله عنه أسر سين الحلانج أسرة فلم يكون في زمن من يأخذ بيده ولو كنت في زمن من أخذ بيده وأنا لكل من أطر بركبه من جميع صحابه ومريدي ومحبي إلى يوم الكياما أخذ بيده كل ما ترحيا وميتا فإن فرسي مسره ورمحي موسوب وسيفي مشهور وقوسي موتور لفضي مريدي وهو غافر وقال رضي الله عنه أنا نار الله المقدان أنا سلب الأحوال أنا بهر بنا ساحل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا أبطال يا أطفال هل أم إلي خذ عن البحر الذين ساحلنا يا عزيز أنت وحد في سماء وأنا وحد في الأرض يقولني بين الليل والنهار سبعين مرّا وأنا خذرتها لنفسي ويقال لي أيضا سبعين مرّا تولي تستعنى عيني وعيزة ربي إن السعداء والأشكياء يُعرضون علي ويوقفون لدي وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم أنا غائص في بغر الم القديم أنا وجة الله عليكم يوما الأرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثوك يقال يا بدل قادر رضي الله عنه الفاتحة تكلم اسم منك قال شيخ وابدل قادر رضي الله عنه الفاتحة والله ما شربت حتى كينني يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة بيأكي عليك شرب وما أكلت حتى كينني بيأكي عليك قول وأماتك من الردات جاء السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم وقال مراتا للقرسي إذا سألتم الله تعالى فأسأله بي وكان رضي الله عنه أسمر اللون مكرون الحاجبين أريد الليهاد طويلها أريد صنر نحيف البدن ربع القامة جواري الصوت بهي الصوت سريع الدمعة شديد الخشياء كسر الهيمة مجابة دعوة كريم الأخناق طيب الأوراق أبعد الناشاء الفش أقرب إلى الحق شديد البسيذات كمحارم الله أزوجل لا يغضب لنفسه ولا يغسل لقير ربه ولا يرد السائلا ولو بأحد الثوبين وكانت سوفي قرائدا والتائض معارضا والإلم مهذبا والقرب مؤيدا والمحاضرة كوزا والمريفة هيروسا والخطاب مسيرا واللحد سفيرا والأوس نديما والبست نسيما والسلق رياتا والفت بضاعتا والإلم ضيعة والذكر سميرا والمكاشفة هذاء والمشاهدة شفاءا وآداب الشرية ضايرا وأوصاف لكيكة سرائرا قدم وتفعيد والموافقا فأتبري من الحون والقوى وطريق تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الهضور في موقف العبودية بشع الطائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء وكانت بديته مستمدة من محب كمال الربابيا فهو عبد سمام صعبة التفرقة إلى مرافقة الجميع مع نزوم أحكم الشريعا وفضائل رمي الله عنه كثيرا وأحواله أتر من شمس ظهيرا وكانت عفته دامت لينا بركته في اليوم الحادي أشعر من شراب ثاني سنة يحدى وستين وخمسمائا وأمره إدى وتسين سنة ودفن ببعداد وقبره ضاير يزارا ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم أغشرنا فحاتر مطوان عليك وأبدنا بالأسرار التي أودعتها لديك اللهم أغشرنا فحاتر مطوان عليك وأبدنا بالأسرار التي أودعتها لديك اللهم أغشرنا فحاتر مطوان عليك وأبدنا بالأسرار التي أودعتها لديك وحيث انتهى ما عردنا وتم مهتممنا به وقصدناه فلنرفى إلى الله تعالى كفا لابتهال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأذواك والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والشر الأدهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على بشاة الإندي وبالسالكين على منهاجه الأنوار والمترفين من منحال معارفه العذاب الأسخر أنتم الدنابتي بأنفاسهم وتدني لنا من ثمار غراسهم يا أية الأروح المقدسة يا خدم يا كتب يا إمامان يا عوتاك يا عبدال يا رقباء يا نجباء يا نقباء يا أحلى الغيراء يا أحلى الأحلاق يا أحلى السلامة يا أحلى الإلم يا أحلى البشت يا أحلى الجنان والعطف يا أحلى الديفان يا أيها السحس الجامع يا أحلى الأوفاس يا أحلى الغاب منك والسهادة يا أهل قوة والعزم يا أحلى الحبة والجلال يا أعلى الفات يا أحلى المعارج العلاء يا أحلى الناف يا أحلى الإمداد يا أحلى صلصلة الجرس يا كنب القاهر يا كنب الرقائق يا كنب السكية الرفرم ومشاكة العرس يا أحلى الجناب الله يا قدب الحشية يا أحلى العهن تهكم والزوائد يا أحلى البدلاء يا أحلى الجهات شتية ملامتية يا فقراء يا سوفية يا عبات يا زخات يا رجال الماء يا عفراد يا أمناء يا قراء يا أحباب يا عجل يا محدث يا سمراء يا رجال الظالم نفسي منكم والمكتسد والسبك بالحيرات أيها الأروح التغيرات من رجال الغاب والسهادة كونوا عونا لنا في نجاه الطلبات كونوا عونا لنا في نجاه الطلبات وتيسير المرادات وإنهاد العزمات وتعمين الروآت وسدر العورات وقداء الديون وتحكيك الذنون وعزالة الحجوب البياهب وخسن الحواتم والعواكب وكسف القروب وغفران الذنوب عباد الله عباد الله أغيسونا لأجل الله وكونوا عظلنا لله عسى نعظى بفقد الله عباد الله عباد الله أغيسونا لأجل الله وكسف القروب عباد الله 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 وكسف القروب عباد الله 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 اشتركوا في القناة والدنوعنا لله عسى نحضر بمقل الله اشتركوا في القناة 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 يا ارحم الرحيم يا ارحم الرحيم يا ارحم الرحيم اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل على وسلم اللهم صل على وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصابه وبارك وسلم ما جمعين سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملائل أعلى إلى يوم الدين اللهم جعل وأوصل وأهدي بل لذا قبل ذواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحانه سبحان الله بحمد وما سلينه على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة النازلة وبركة الشاملة صدقات متقبلة نقدموا ثوابت عليك نود إلى حضرت سيدنا وحبيبنا وشافينا قرأة آيوننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى رواح آله وازواجه ودريته وآل بيته يا جمعين ثم إلى رواح سين الإمام مهاجر للحمد بن عيسى وابن عبايد الله وسين الفقه المقدم محمد بن علي وأمه علوي وسين الهبي عبد الرحمن بن محمد صلى الله عليه وسلم ساداتنا البعن محب مجمعين ثم إلى رواح آموات أهل الزنبل والفريد وأقدر وشر شباك المعل البقی لسي مربع دل عمد المجتهدين ومقلد فد والعلم العاملين والفقهاء والمحدث والقراء والمفسرين وجمع الأولياء الله الصالحين وسوصا أولياء هذه البلدان مولانا أحمد رحمت الله مولانا أمبر وأولاد الجميع وجمع أولياء تسعوا وسولهم وفروئهم ثم إلى روسنا الشيء عبد القادر جيلاني سولي وفري دم إلارو سينا الشيء محمد اضمن الإساق سولي دم إلارو شيخاني خدیجا دم إلارو والمرحوم شيخاني أسلحا دم إلارو والمرحوم شيخاني سرين الشيخاني حجزد كمريا دم إلارو والمرحوم شيخاني حجزد عفيف والإساق ثم إلى روى الشيخ كي أي محمد سمزل الإساق ثم إلى روى الشيخ كي أي أحمد فتح العرفين بن عظمان الإساق ثم إلى روى الشيخ كي أي محمد من الرحمن الإساق ثم إلى روى الشيخ خاني فاطمة ثم إلى روى الشيخ كي أي أحمد قمر الأنام الإساق ثم إلى روى الشيخ اشتركوا في القناة 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 محمد رسول الله شمد القناة اشتركوا في القناة رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عثمان 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 اشتركوا في القناة 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 يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد أكرم داعين يدعو إلى الحاج يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد أقضى لمن بتقاد حكا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاة تخلق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد من الشمل ما تفرق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد ولي وماد في النبي تعالك يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم 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 يا ربي صلي على محمد ومن بالسخاء والوفاة تخلق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد صلي على محمد يا ربي 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 صلي علي واسم سلام عليك يا أحمد يا حبيبي يا سلام عليك طبيبي يا سلام عليك يا أحمد يا حبيبي يا سلام عليك طبيبي أسلام عليك أسلام عليك أسلام عليك أسلام عليك أسلام عليك أسلام عليك يا خير الله يا خير الله يا ربي صلي على محمد يا حبيبي يا ربي صلي على محمد 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 يا ربي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم ويمسلك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما أنتم حريص عليكم في المؤمنين رعوح رحيم فإن تولوا فقل حجب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه إن الله وملائكته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله الكوي سلطانه الواضح برهانه المفسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مده وعد مشانه خلق الخلق لحكمه وتوى عليها علمه وبطط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه ما شفى خلقه وأجل أبيده رحمة تعلق جرادته الأذنية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آزار شرفه في أعوانم الشهادة والغيوم صلى الله عليه فَمَا أَجَلَّ هَذَا الْمَنَّ الَّذِي تَقَرَّمَ بِهِ الْمَنَّاتِ صلى الله عليه فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الْفَرْدَ الَّذِي بَرَدَ مِنْ حَضْرَةِ الْعِسَادِ سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعترت بوجودها كناف الوجود وترزت برج العوانم بالتراز تقريب اللهم صلِّ وسلِّم اشرف صلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرعوم الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم محمد انتب في القلوب ودوائيها وحافيتي أبدان وشفيها ودور المصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلِّم وعلى آله وصحبه وسلِّم اللهم صلِّم على سيدنا محمد انتب في القلوب ودوائيها وحافيتي اللهم صلِّم وعلى آله وصحبه وسلِّم أبدان وشفيها ودور المصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلِّم صلِّم وزلِّب دايمان أبدا على حبيبك خير الخرق كلبي معنا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخرق كلبي معنا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخرق كلبي معنا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخرق معنا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخرق كلبي معنا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخرق كلبي وفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى وفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صلي وسلم وبارك علي وعلاه فحين قربا وانوت هذا الحبيب حالدة السماوات والأرضنا من فيهن بترحيب والطار الجود لله على أهل الوجود تسد وأرسنة الملايكة بالتمشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله الكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كجبكنا هذا المشدور يبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاكا كل نور وأفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواس الأمة أن يحضر عندوته أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها فيها لخصمات مبدود فحضر الفتاو فيك الله سيدة مريم وسيدة آسيا وموما من الحور العين من كسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على فضوره وجود هذا المولود فانفل قذب الكمال من النور على عمود وبرز الحامد المحمود مدينة لله بالتعظيم واسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 وعليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحباً وعلينا البشراء بزاد مرحباً مستمر إلا إذا ينبذ مرحباً مرحباً يا نور العين مرحباً مرحباً يا جدال حسين مرحباً يا جدال حسين مرحباً يا نور العين مرحباً يا جدال حسين invejفا لرب كل حمد جل يا حزره العين مرحباً يا جدال حسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا رسول الله أهدا بك إن نبيك نزعى وبجاه يا إلهي جدوة بل كل مقصر سلام عليك يا رسول يا جد الحسن والحسن صلى الله عليك يا نبي ولنا نحجة سبري كيبه نسعد ودرجاد ربي بنغ طبي بجاهي من جوال طائرة مقعد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسن صلى الله عليك يا نبي مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسن مرحبا 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 يا رسول الله يا نور العيني مرحبا يا جد الحسيني مرحبا مرحبا طلع البدل علينا من تانيات الوداء وجب الشكر علينا من تانيات الوداء طلع البدل علينا إنساني يات الوداء وجب الشكر علينا من تانيات الوداء أيها المبعوث فينا بيتم بالأمر المطاء كنت فيه يا عالي حبيبي من تانيات الوداء يوم حاجرين وجب الشكر علينا يوم حاجرين واجب الشكر علينا يا رب طلع البدل علينا واجب الشكر علينا بيننا مرحبا يوم حاجرين الأنام وابنغ المخ ترى الله من صلات وسلام طالعا ما تروح علينا من سنة جات وعلى وجبا شكر علينا ما دعا لله دا صلاة الله تغشى يا الله أشرب الرسل محمد يا الله ربي فوفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله والسلام المستمر يا الله كل حين يا تجدت يا الله ربي فوفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى ألي سيدنا محمد مبتاح باب رحمت الله عدد ما في إلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى ألي وصحبه ولما نظم الفكر من دراري الأصاف المحمدية أكودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سائي فيه مشكورا وفئلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المكبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم يا من إلهي تتوجه الأمال فتأوض ضافرا وعلى باب إزادي تحط الرحال فتوشاه منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصليا وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رأية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن الكرب ومدهر قاسم مدادك في عبادك وسأكي كرشيشاتك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الزكالين العبد المحبوب الخالص المحصوص منك بأجل الخصائص اللهم صلى الله عليه وآله وصحابه وآله حضرت اكترابي من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتواسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بأين عنايتك وأن تحمدنا بجميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرق بالقرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وعمالنا وتجعلنا في حدد هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتبائه من السادقين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أتماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشافعين أن تقابل المذنب مننا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائلة بما سأل والمؤملة بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعمه ببركة وشرف وجهة أولادنا ووالدنا وأهل كترنا ووالينا وجميع المسلمين والمزمان والمؤمنين في جميع الجهاد وادمنا يتدينكم جميلة أكتر منشورة ومعلم الإسلام الإيمان بأهلها معمورة وعلى الوزورة واشف اللهم كربة المكروبين وقددين المدينين وغفر للمدنبين وتقبل توبة التائبين وانتر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المؤتدين والظالمين وابتجي الأدى بولاة الحكبي جميع النواحي والأكتر وأيدهم بتأيد من عندك ونسنا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحز الحظين من جميع البلايا وفي الحز المكين من الدلوب والخطايا وأدمنا بالعمل بتعادك وسيدك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وأنا لي وصابي ومن ليما سبه أخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة والحمد لله رب العالمين الهدف العالمين شكرا شكرا بِنْ حَيْسَنَ الْحَدَّدِ وَقْتُو كَمِي هَتُرْكَنِ اللهم صَلِّي على مُحَمَّدِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ننتuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lapar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah الذي أن أمنا بنعمته تتم الصالحات وبدكري نبيه وأوليائه تتنظل الرحمة والبركات والصلاة والسلام على سيد سادات وعلى آله وأصحابه أنجم بالزاهرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الألم الحكيم رَبِيْسْرَحْلِ سَدْرِي وَيَسْرِي أَمْرِي وَهْلُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي لِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ أَمَّةَ بَعْدُّهِ أَلْمُكَرُومُونَ محمد وثمان ال إسحاق س嫌 Sanskrit أدلعى وأخ proportions الجاه الماضي الزمن بالأمي يوسيقى منambah mahabba kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW منambah irtibat kita, pertalian kita dengan guru-guru kita dengan awliya wassalihin dengan Sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Muhammad Uthman Al-Ishagi dan mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah mencucurkan rahmat kepada kita memberi mahfirah kepada kita dan mudah-mudahan tidak keluar nanti ketika akan meninggal dunia dijadikan khusnul khatimah khusnul khatimah ma'anayli syafa'atil utma min rasulillah sallallahu alaihi wassalam para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah yang kita harapkan di dalam majlis ini adalah menambah nilai iman kita kepada Allah karena iman ini sangat luar biasa tanpa iman dan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya mustahil kita akan selamat di dunia maupun di alam akhirat Allah SWT di dalam surat At-Tawbah ayat 24-124 menegaskan kul ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalunik taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tarudhawna ha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabba suhatta ya'tiallah bi amrih wallahulah yahtil qawmal fasigin wahai kanjeng Nabi kata Kusti Allah SWT sampaikan kepada umatmu wahai umat Nabi Muhammad kul ingkana aba'ukum kalau ibu bapak kalian wa azwajuk wa abna'ukum putra putri panjendengan wa ikhwanukum saudara saudari kalian wa asyiratukum kerabat sampean istri atau suami harta yang kalian gandrungi wa tijaratun tahshawna kasadaha dan pekerjaan yang kamu takut merugi dan tempat-tempat tinggal rumah-rumah istana-istana yang kalian sukai itu lebih kalian cintai kepada Allah SWT lebih kalian cintai dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan lebih kalian cintai dengan jihad fi sabilih fatarabba suhatta ya'tiallah bi amrih tunggulah saatnya kata Allah kalian akan mendapatkan balak bencana dari Allah SWT yang namanya bencana bukan cuma tsunami pak bukan cuma gempa bumi bukan cuma gunung meletus bencana banjir angin puting beriung dan lain sebagainya ini bencana kecil bencana kecil dampaknya cuma di dunia tsunami di Aceh 20 tahun yang lalu ludes itu Aceh tapi sekarang dibangun sudah bagus kembali itu Aceh 10 tahun yang lalu gempa bumi di Jogja berantakan kota Jogja tapi sekarang sudah dibangun bagus kembali ini bencana kecil yang dampaknya cuma di dunia tapi bencana yang paling besar malah petaka yang menghancurkan manusia di dunia dan akhirat yaitu lunturnya iman kita kepada Allah SWT lunturnya mahabbah kita kecintaan kita kepada Rasulullah SAW kalau kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sudah keluar dari hati kita luntur dari hati kita ini bencana adalah yang besar malah petaka di dunia akan hancur di alam akhirat akan hancur oleh karena itulah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah beliau Rasulullah mengatakan sungguh beruntung sekali orang yang pernah melihat aku dan dia cinta kepada aku kata kanjeng Nabi siapa yang melihat kanjeng Nabi tidak lain adalah para sohabat-sohabat kanjeng Nabi Muhammad SAW mereka melihat Rasulullah mereka melihat wajah Nabi Muhammad cahaya sinar Nabi Muhammad telah datang kepada kalian wahai manusia nur cahaya dan Al-Quran kitab Al-Quran siapa nur tidak lain adalah junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW setiap hari itu dilihat oleh para sohabat sinar cahaya Nabi Muhammad akhlaknya Nabi dilihat bahkan para hadirin mujizat mujizat Nabi kita Muhammad dilihat oleh para sohabat setiap pagi sampai sore dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah mujizat Nabi kita Muhammad SAW kata Habib Ali minha takthirul qalil wabur'ul alil wataslimul hajar wato'atu syajar wansikokul qamar diantara mujizat mujizat beliau minha takthirul qalil dapat memperbanyak yang sedikit sekali waktu ketika peperangan hondak selesai sahabat Jabir bin Abdullah melihat kanjeng Nabi dalam kelaparan yang luar biasa sudah diganjeng ketiga pak tiga batu diganjeng di sabuknya tapi masih longgar dilihat maka kesian diundang oleh sahabat Jambir wahai rasul saya punya kambing yang kecil saya potong dan sudah jadi makanan dengan gandum saya undang panjenengan untuk datang ke rumah sebentar lagi peperangan sudah selesai cuma 4 orang wahai kanjeng Nabi jangan lebih 4 orang na'am kata Nabi sayang oh datang Jabir pulang mempersiapkan makanan untuk kanjeng Nabi Muhammad maka kanjeng Nabi mengatakan kepada pasukan 1500 sohabat dalam keadaan lapar luar biasa peperangan sudah lama tapi makanan tidak pernah makan sedikit makannya pelaparan luar biasa Nabi mengatakan ini diundang oleh sahabat Jabir kita makan bersama-sama di rumah sahabat Jabir seneng itu para sahabat bawa piring masing-masing nanti kita jalan jalan ke tempatnya sahabat Jabir bin Abdullah begitulah para hadirin sahabat Jabir melihat dari jauh rombongan 1500 pasukan dalam keadaan lapar datang menuju rumah beliau takut pucat itu sahabat Jabir si istri lari tidak tahu kemana akhirnya Rasulullah sampai di tempatnya Jabir dan Rasulullah mana tempat makanan dilihat dan ini wahai Rasulullah cuma satu panci satu panci nasi bubur dengan gandum akhirnya dicelup sama Nabi Muhammad setelah dicelup ambil satu-satu diambil semua para sohabat mengambil satu-persatu sampai 1500 tapi pancinya masih utuh tidak kalung inilah takfirul kolil yaitu dapat memperbanyak itu yang sedikit ini mujizat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang selalu dilihat oleh para sohabat minha takfirul kolil waburul alil dapat menyembuhkan semua penyakit kalau Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang buta maka Nabi Muhammad sekali waktu ada sohabat yang matanya keluar dari kelopaknya ketika peperangan buhu dibawa kepada kanjeng Nabi sama kanjeng Nabi diambil kemudian dimasukkan ke dalam kelopaknya seketika itu beliau dapat melihat dan mulai saat itu tidak terkena penyakit mata sampai meninggalnya inilah bujizat Nabi Muhammad yang selalu dilihat oleh para sohabat minha takfirul kolil waburul alil wataslimul hajar batu-batu itu kalau Nabi lewat mengucapkan solawat dan salam kepada kanjeng Nabi minha takfirul kolil waburul wataslimul hajar dan pohon-pohon itu kalau dipanggil oleh Rasulullah itu datang semua pohon-pohon wansi kokul komar beliau dapat memelah itu bulan orang-orang kafir mengatakan wahey kalau anda benar-benar Nabi itu Nabi Musa dapat memelah lautan aku minta itu bulan terbelak menjadi dua akhirnya dibelah oleh Rasulullah dan terbelah menjadi dua ikhtarobatis saat Tuan Sakkal Komar wa in yarau ayatan tu'ribu wayakulu sihrun mustamir ketika sudah terbelah para orang kafir-kafir mengatakan ini sihir ini sihir ini sihir begitulah Nabi kita Muhammad s.a.w. kehebatan Nabi kebagusan Nabi semua dilihat oleh para sahabat tuba liman ro'ani wa'amanami wa'amanami untung itu orang yang pernah melihat aku dan dia cinta beriman kepadaku kata Nabi tuba watuba summa tuba summa tuba liman lam yaroni wa'amanami lebih beruntung 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 7 kali kata Nabi orang yang belum pernah melihat aku dan dia cinta kepadaku beriman kepadaku siapa kita para teretan para hadirin kita ini tidak pernah melihat Nabi kita tidak pernah melihat cahaya Nabi Muhammad kita tidak pernah melihat akhlaknya Nabi kita Muhammad tidak pernah tapi kita cinta kepada Nabi kita Muhammad kita melaksanakan aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah Maka kita lebih beruntung 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 oleh karena itulah para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah dengan peringatan maulid ini dengan hal ini mari kita segarkan hati kita percantik kita hati kita ini ikuti Nabi kita Muhammad ikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad ikuti syariat yang dibawa oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sebab apa para hadirin saat ini krisis demi krisis terjadi krisis multi dimensi karena krisis moral karena berangkat dari krisis akhlak kalau sudah manusia tidak berakhlak jauh dari Allah jauh dari Rasulullah maka yang datang adalah balak bencana dan tidak akan terangkat ini musibah musibah dan lain sebagainya juali kita bertobat kepada Allah kita kembali kepada akhlaknya Nabi kita Muhammad kita mengikuti para ulama-ulama yang soleh seperti guru kita dengan demikian insya Allah kita selamat di dunia di dunia di dunia dan akhirat bilal alamin walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh dilanjutkan ziarah bersama yang akan dipimpin juga oleh Syedin al-Habib Najib bin Hassan al-Haddad maka kepada para habaib para masyayikh dimohon berkenan untuk mengikuti al-Habib Najib bin Hassan al-Habib Allahumma salli a'la Muhammad dimohon kepada para masyayikh untuk beramah-tamah di dalam ipun Romo Ki Haji Muhammad Minanur Rahman Ali Safi untuk para habaib dimohon nanti beramah-tamah di dalam sepuh Romo Yai Muhammad Osman Ali Safi beramah-tamah di شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يليد ولم يولد ولم يكن له قفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يليد ولم يولد ولم يكن له قفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات بالوقات ومن شر حاسد إلى حسد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائل أعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدي ووصل بلغ وتكبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه من قوله لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلناه من يا الله وما صلينا على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجنة المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهد إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعينا وقرة عيوننا ومولانا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأزواجه ودريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار ورسولهم وفروئهم ثم إلى سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثني عباد الله وسيدنا الفقه مقدم محمد بن علي سيدنا عبد الرحمن محمد السقاف وجميع ساداتنا البعلوي محبينا أجمعين ثم إلى أرحب عمر المخضى رحب علي بن أبي بكر الساكران والأبي عبد الله بن أبي بكر العدروس وابني الحبيب بكر بن عبد الله العدروس العدني ثم إلى أرواح آخر لوجودنا شيخ بكر بن سالم وأخيها بعقيل بن سالم قد بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عالوي محمد الحداد بعلوي ووصولهم وفروئهم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وحبيب علي بن أحمد بن زين الحبشي والحبيب محمد بن حصين الحداد بعلوي ووصولهم وفروئهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد مولى عيديد ووصولهم وفروئهم ثم إلى رواجم عبد أهل الزنبال فريد بخر أكدر بقيم عدل وشبيكة خلصا صاحب المقام ردين أحمد رحمت الله مولى أمبل وغسولهم وغرؤهم ثم إلى روح ما استمعناها هنا بسببهم خصوصا إلى رسلطان الأولياء الشيخ عبدالقادر الجيلاني وصاحب الشيخ محمد عثمان الحسحاكي وزوجته وذريته أجمعين ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأموتنا وأموتكم وأموت المسلمين أجمعين أوصل اللهم ما ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعلوا نورا وهدى وتلالا بين أيديهم اللهم اجعل فداءا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وأمانا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفوانهم ووالدينا ووالديكم وأموتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والما وغفره وأن الله يتقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وأن الله يجعل قبورهم راضة من غياذ الإنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران يا أيتها النفس المتمعنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا يا أرحم الراحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمدين نبيل أميه وعلى آله وصحبه وسلم بفضلي سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلامون على المرسلين رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحمن قبل إن شاء الله 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 يا الله لنا بالقبول الله الله يا نبي القبول الله الله يا الله لنا بالقبول على فينا باب مولنا أطرعنا العمول الله 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 يا الله لا نبي رجينا منه المواهب والرضى والقبول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة